اخوان السلام عليكم طبعا هاي رسالتي للكاظمي واعتداءات اليوم الوحشية على ابناء الانتفاضة الشعبانية وعندي رسالة ايضا للعوائل الموجودين بالخارج وما جاي يسندون اخوانهم المتظاهرين هنا زيان فقل للكاظم انت جبان ابن جبان وانع الوالد والديك وما نخاف من عندك لان قبلك ما كفنا من صدام ولك ابن القندرة اليوم تعتدي عن ناس عزل شياب شايلين شمسيات من الشمس تعتدي على اليوم انت وذول الضباط نعلى على صفحة تباتكم شكوا ضابط اليوم انت امر ورمى المتظاهرين وقتلوهم وضربوهم هم والجنود والله وللزنة كل ضابط اليوم اعتدي على هال انتفاضة للجنوب والوسط والله يروح يقول لهم من ابوي لانتوه للزنة انتو الجنود وانت الكاظمي كلب ابن كلب وابن زنة والجابك للحكم هم ابن زنة مثلك يا ساقط يا ابن الساقط ولك اش قالت لك روحك اليوم تودي جيش وتودي حرس وتودي مكافحة الارهاب امن ابن القندرة دواعيش والضربو العالم هيشي والله هالبار حدثنا راسك بالقندرة الكاظم على صورتك بس انت خاف وقفت الجنوب من المتظاهرين لا احنا ما راح توقفنا وراح نروح الواشنطن وكل الولايات وانت يحظك وحظ نخلفوك انت والجابوك يا كاو اللي جابك مثلك لمسوي لكتل عراقيون ولد القنادر عراقيون اللي عشن التفغانيون شنوا باكستانيون كلب ابن الكلب انا على ابوك يا ابو عراقيون يا ابن القندرة مزيان انت اللي جبت عمار وغيرك الزبائل والد الزبائل ولا واحد منكم لده دي اليوم وقال رولي الناس ليش بنضربوه اليوم شو بسوين وبعدين مقصودة والد القنادر توقفوهم باللطيفية حتى بك يطلعون رهابيين وكتلوهم تبيتون العالم بالبرحة باللطيفية لانعى الوالد والديكم شكوا حزب اسلامي قدر ما ندد انعى الوالد والدي اسلام وغير اسلام بس انا نحكى على الاسلامين لين الجنوب ياتوا الشيعي ونضربوه اخوانكم وما تنددون ولا واحد فتح حلقه لانو زبائل والدزبائل اكو كم شريف اليوم ندد كم شريف اعتراض بس احكى على حزاباني اكو بالبرنامان وكم واحد ما حتى ما نفظم واحد زين وانتو الشيعة شيعة عفلك اللي بالجنوب كلكم عشاء على الناس المو زنين اللي يسبون بهل انتباضي والد القنادر هسا خل يصير موقف عد الشيعة كله لوي البحثية لوي اهل انتباضي لوي الارهابيين داعش لوي اهل انتباضي كافي ما تخجلون على فيسكم اليوم ناس ينضربوه من البرحة بالليل ويبيتوهم باللطيفة بلك يطلعون الارهابين حتى يذبحوهم ناس كنهم شياب وكلهم فقه ويهم نسوانو حتى اليوم مرة ماتت ما تخجلون على فيسكم انتو الشيعة ناكل بالجنوب باقين ساقتين على مهزلة الكاظمي والله لنع الوالد والد يكي الكاظمي انت ولوياك وذوله والد القنادر اليوم جيش ضباط وجنود انتو اعتدأتو على عراقين مثلكم يا كاوليه يا زبايل والد الزبايل الله يطيع حظكم وحظ الخلفوكم شكوا واحد اعتدأ اليوم على المتظاهرين زيان بس ما راح نعوفك الكاظم والله ابن القندري مرجع لي الهاشمي والعيساوي ومرجع طلع من السجن من الحوت رجل حلي بتقنادر بالزربان صدام حسين ابن الحمار حاط بالك ويذول الناس حاط بالك وياهم منه والماجهة لسه بس راح نراويك احنو منه وراح ندوسك بالقندري انت ونخلوا فوق وقل للأحزاب الموجودين اذا ما تنددون واحد واحد راح ابا هاتم نحركي الأحزاب اسلامية اذا ما توقفونوا المتظاهرين اللي نضربوا اليوم انعى الوالد والديكم كالكم زيان ونريد من المرجعية هم تدخل من السيد السستاني يدخل هذا اعتداء وحشي زيان اليوم اعتدوا على المتظاهرين بالضروب والرصاص الحي نريد من السيد السستاني يدخل دولة ولدك دولة استشهده نصهم بالحج الشعبي ولدهم استشهده بالحج الشعبي ويجونها سيعتدون عليهم القوات الامنية ولد القنادر لو مو دالة مس نسوانكم راحت دولة ضربتوهم لو مو هم كل نسوانكم راحت ولد القنادر اضربوهم ضباط انا على ابوكم يا ابو حتى الضباط شكوا بابو اعتداء انا على والد والدي ولد القنادر وعند رسالة ثانية للعوائل هاي الموجودين بالخارج امريكا واروبا وكندا يعني اكثر من خمستالاف عائلة ليش ما تطلعون مظاهرات ليش لكم الصافي مو يب عليكم ما تخجلون من التسعينات لأسه خمسة ست حوائل يطلعون معنا واحنا عزاب حتى بيام صدام قبل هم ما تطلعون كانت نفسهم من العوائل ما اردى حد تخاف انسوا واحد والله نفسهم من التسعينات وليه شكوا مظاهر يطلعون يعني ضد صدام فانتوا اللي ما جا يطلعون الموجودين هناك شيء ذاكريهم بكندا ما بيهم خمسين واحد اكثر من خمسة الاف كندا هسا هنا اكثر من سبعة ثمانت الاف امينا بامريكا خمسة ست عوائل طالعين وهم ونفسهم اللي يطلعون والباقي قاعدين ببيوتهم من المصافي بس الظاهر ما مشاركين بالانتفاضي وراح اجيب اسماكم واحد واحد شكوا واحد ما مشارك بالانتفاضي زيان اين انا موجود ما يحسب على الربحي ولا يحسب على انتفاضي زيان وانتو المشاركين اعرفان اهم شم واحد لكم الصافي عيب عليكم خجلوا اريد انسووا مظاهرة بنيورك الكل لازم تحضر اتوا لسوانكم وجهالكم زيان لان بسببكم طاحبنا بسبب العوال طاحبنا ويوم اي واحد اغلط علينا فعيب عليكم ما تشاركونوا يعني والله العظيم اذا امت اي واحد عنده حائلة بعض ومحسوب على الانتفاضة الما محسوب ما يخالف راح نشوف اسأل المحافظات محافظة محافظة وياهو هنا انا حائلة اذا مو من رفحة هذا خلي ما علينا بي نعرف شون بعدين بس انتوا بالانتفاضة اذا ما تجون اشاركون ويانا بعد مظاهرات زيان والله العظيم يعني ما ما اريد بس اسم اسم اجيب لينعب يعني بسببكم من غلط علينا وبسببكم نسبياني لازم يشاركونوا بالمظاهرات شيني وقت البارحة جايين من الشيخ خطية مو بالانتفاضة الشيخ جاي ويانا من كاليفورنيا من لس انجلس بنهاية العالم وجايين وياه كم واحد وجايين من اندياني وجايين من شيكاغو واتوا هنا خمس دقائق نصكم ما جايين عب عليكم فراح نسوي مظاهرة نيويورك اذا ما الكل تحضر الكل خلاص وصلت يضربون ابناني طلعوا مظاهرات بالجنوب يضربوهم يعتدون عليهم بالضرب وينرمونوا حتى مرة ماتت واطفال يصوبوا ليش شنه الحقد هذا فللعوائل العراقية البالخارج الكل لازم يشارك وعيب على واحد بعد ما يشارك والله عيب على واحد اي واحد عنده عائلة وما يشارك بالمظاهرات البالخارج والله العظيم الابن الانتفاضة والله مورجال خليه روح يقعد يمرتين بس شيلة وخلي يزعلون اللي يزعل طبه مرض كافي بس العزاب وشم واحد من اصدقاني العوالي تلقاهم ويانا مظاهرات هاي بلد هاي بلد نحن احنا احنا اتعدنا عايشين هنا بالخارج زيان عايشين وكل شي ما عدني بس احنا بالداخل داخل جاي يتهذون اليوم يحتدون على اليوم بالضروب وبالعصة وبالطلقات وحنا نتفرج بالتلفزيون المهم الله كريم يا كاظبي والله ما نهابك ولا نخافك لا تولى الوياك ولا تجابوك ذو القنادر والله كل يوم نطلع مظاهرين وبالقنادر على صورتك وان شاء الله من تجي لا على وجهك بالقندرين يا كلب يا ابن الكلب يا ابن زيني انا على ابوك يا ابو الو عماد هذا الو عماد القياع السجين سياسي ابن القندرين هذا هم كاولي مثلك واهلك كل هم كاولي ومرتك مو شريفة وعائلتك مو شريفة حتى قرائبك مو شرف يا ناقص زيني وحتى عشرتك اذا ما تتبرى منك هم مو شريفة على اعتدائك ما اليوم يا كلب يا ابن الكلب اشتركوا في القناة